أهلا بحضراتكم من جديد وترند أفريقيا والحديث عن منافسات كأس الأمة الأفريقية عندي موضوعين وهتكلم فيهم بشكل مهم جدا لأن الموضوعين مهمين جدا سواء منتخبنا الوطني في واقعة إصابة صلاح وإصابة الشناوي والمباراة اللي أقيمت في ختام مباراة المجموعة مصر والرأس الأخضر والحالة التحكمية اللي البعض اختلف عليها حتى هذه اللازة سريعا كده أنا مش عاقد مقارنات ولكن الوضوح والصراحة في الكشف عن إصابة محمد الشناوي كان القرار سهل على الجميع وقرار النادي الأهلي كان سهل على المنتخب وإعلان المنتخب كان سهل قبل أي تفاصيل تاني موقف صلاح المشكلة أن ما كانش فيه صراحة من البداية وخوف من الإعلان عن تفاصيل الإصابة وده جزء مسؤول عنه محمد صلاح أن الجانب ده المفروض مسؤول عنه البعثة ومسؤول عنه الجهاز الطبي ليس مسؤول عنه اللعب وبالتالي هنا الفارق في إصابة الشناوي كان الموضوع واضح وتم الإعلان بشكل رسمي والشناوي هيخضع العملية الجراحية صلاح لو من دي وان اتقال أن إصابة صلاح هتحتاج 28 يوم وصعب استمراره في البطولة كانت الأمور انتهت ولكن فكرة أن اللاعب أصلا كمان يعني طلب أن محدش يكشف عن تفاصيل الإصابة وهيشوف مع الفربول إلا هيحصل ده اللي عمل بلبلة وزادت البلبلة أكتر لما الموضوع تم إعلانه من جانب فريق الفربول دي جزئية مهمة جدا عشان ناس تعرف الفرق ليه هنا حصلت أزمة وهنا ما حصلتش أزمة هنا بتتكلم عن إدارة الأزمة وهنا بتتكلم على الاستفادة من إدارة الأزمة وإزاي شفت السلبيات وعالجتها لما تمت مع محمد الشناو والجانب الثاني المركب اللي فيها رئيسين بتغرق المركب اللي فيها رئيسين بتغرق فيه رئيس باعثة صاحب قرار فيه كابتل المنتخب يسمع تعليمات رئيس البيعثة والمرشف على المنتخب ما تباشل عملية متشقلبة ومقلوبة ده جانب الجانب الثاني هدف مصطفى محمد في مرمى الرأس الأخضر كلنا بلا استثناء قلنا أن الحكم التشادي إدى هدف وتوم أبو نجيل على الفار رجع وقال لا الكرة دي مش هدف ده فيه لمسة يد لفت انتباهي حاجة مهمة جدا المحاضر التحكيم عشان أديله حقه الكابتل محمد صلاح عبد الفتاح كتب وقال يا جماعة لا الحكم التشادي إدى لمسة يد وفاول والفار هو اللي إدى هدف بينه وبينكو ما سكدتش سألت وروحت سألت فيه أبيتجان وسألت عدد من المصادر في لجنة الحكام وكانت المفاجأة حكم التشادي إدى لمسة يد على مصطفى محمد وصفر فاول والحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل هو اللي رجعه وقال له الكرة هدف هو اللي رجعه وقال له الكرة هدف أقول لكم كمان اللي حصل داخل الملعب وقت ما الحكم تراجع في قراره وقتها وقال لك لا إدى لمسة يد ومش هدف اللعابة اعترضت وفيد الوقت في مكانه لما رح راجع اللعابة وجئ حسب هدف وتحرك لمنتصف الملعب وإدى هدف وبالتالي هنا توم أبو نجيل بنرفع للقبعة لو جلنا وجهنا ليه سهام النقد إنه هو كان عايز يلغي الهدف الكل بلا استثناء بصراحة قال كده لكن أنا أتأكد من مصادر رسمية في لجنة الحكام وفي القدفور إن الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل هو اللي إدى هدف والحكم التشادي هو اللي كان عايز يلغي الهدف ونتيجة للحكم التشادي نخرج إلى فاصل ثم نواصل